وإلى مواقع التواصل الاجتماعي أقيم أمس حفل توزيع جوائز الفيفا الذي توجع عددا من نجوم العالم في سويسرا وخلال الحفل الذي شهد حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والعالمية والعربية تم تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 الأردني طارق جابر امتدح أناقة رونالدو في الحفل حيث قال الأناقة تساوي كريستيانو رونالدو يوسف سليم غرد على تويتر لحظة أعلان فوز رونالدو قائلا لكل مجتهد النصيب وكريستيانو رونالدو يهزم الجميع ويفوز بالكرة الذهبية وفي السياق ذاته زخرت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات نساخرة على بدلة اللاعب ميسي الذي ارتدى بدلة حمراء جلبت له العديد من الانتقادات الإعلامية العربية مهيرة عبدالعزيز غردت في حسابها على تويتر قائلة فستان الممثل جونيفر لورنس في حفل الجولدن جلوب ينافس بدلة ميسي في إثارة الجدل والتشبيهات أما خالد أبو رمان بيّن أن بدلة ميسي أصبحت حديثة العالم لقوله كل العالم بيحكي عنها اللي بيحبه واللي بيكرهه اللي بيشجعه واللي ضده هاي لحالها فن التفكير خارج السندوق وما بيعملها إلا فنان أما أريج سليم أبدت أعجابها بدلة ميسي وابن رونالدو قائلة لون بدلة ميسي روعة بس أجملهم بدلة ابن كريستيانو كريستيانو